نسبة العيب في كل خط مش عايف ليه حسيت ان سامسون هيقول يعني حتى لو قال حتى لو قال انا النهار ده بدفع للعيب بالدولار ده مفروض دي يتحط والفرق يتحط عليه خلينا نتفع على حاجة ان لو حسيته النهار ده بعد نزل الشوء التاني مجهود كبير جدا وحركية كبيرة جدا مباراة برامنز بردو لما نزل عمل لقطة حلوة يعني ممكن ييجي منه بس خباك بردو احنا مشوفناش سامسون في مباراة عديدة وكثيرة احنا شوفنا على مستوى ضقائق قليلة وكان حكمنا الجميع عن انه مش جيد وعلى دوقه كمان المدين كان يشتغلوا معانه وقالوا انه مش جيد وكان عنده ظروف برضو صعبة ان انت بتجيب صفخات جديدة هو او الصفخات التانية احنا ما نكلمش كمحترف حانا بنتكلم لعيب او صفقة جديدة دخلت الزمالك زي زي حل لعيبة اكترة جدا دخلت لا بدايتها سايقة جدا يعني مصطفى الزناري في البداية ما كانش كويس جدا لعيبة اكترة جدا دخلت نادي الزمالك في الفترة الاخيرة دي وانا اتكلمت معاك وقلت لك اللعيب اللي بيخش في فرقة مفروض انها قوام قوي او فرقة بشخصية البطل لازم الظروف تخدمه هو لازم يخدم نفسه او لك ان الظروف تخدمه الناتك تبقى كويسة فدي بالتالي هتدي للعيب الجديد ثقة فسامسونج من ضمن اللعيبة اللي دخلت والظروف مسعدتهاش دي رقم واحد رقم اتنين الاسبوت اللي اتعمل عليه والهجمة بتاعة السوشال ميديا اللي كان كل الناس بتتكلم لا لعيب وزنه زايد لا لعيب مش كويس لا 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 كلام ده كله ممكن يتعرض له مدد استدلوقتي في نادي الاهل لكن هي الفكرة كلها في حاجة واحدة بس ان انا النهاردة لما بجيب لعيب محترف انا عايز لعيب المحترف ده مش يقول او ان هو بقى تحت التقييم لا ده انا بدفع بالدولار والعيب محترف انت راجل بتتحط و بتحط عليك اي حد يعني النهاردة لو اتكلمنا عن ثلاث محترفين لا ثلاث محترفين دول بيتحطوا و بتحط عليهم اي حد لكن ما احترامي لكل المحترفين في نادي الزمالك انت لو صفتهم مش هتلاقس غير سيف الدين الجزيري والمسلوسي لغاية دلوقتي لكن انا بالنسبة لي سامسون راجل مؤدي كويس بيشتغل بصورة كويس او بيبدأ يشتغل بصورة كويس خلي بالك كلمة ده مش يعني ممكن كمان مطشين ثلاثة الراجل يبقى هداف كتير جدا فالراجل يبقى نجمل الشباك زي ما بيقولو لكن انا بكلمك على ارض الواقع واللي احنا شايفونه الغاية لكن هو العيب بقى له مطشين من وقت برامدز والنهاردة لأ العيب مؤثر خلينا اقول لك ان الهدف اللي جي النهاردة من ضربة الركنية لكن قبل ما بص على ضربة الركنية بص ضربة الركنية جات ازاي مجرد ما كابتن معتمد عمل التغييرات بتاعته وبدأ شوية ينزل راس حربة سامسون بعدها على طول راح منزل ناصر وسامسون راح مضطرة في ناحية الشمال انا اول مرة شوف الزا مالك النهاردة بيعمل ضربة الركنية خلي بقى لك طول الشرط الاول ما تعملش ضربة ضربة ركنية خلي بقى يعني مفروض اللعيبة تكون عارفة كده مفروض الجهاز الفني يكون عارف كده التكتلات الدفعية مش هتتفكرها بحاجة واحدة يا تزديد يا مهارات يا اما ضربات سابتة او ضربات الركنية فالنهاردة كل ده ما تعملش في الوقت اللي انت بتلعب فيه على الكرات العرضية ما كانش عندك راس حربة غير اوباما وده انا شايف دي اكتر حاجة كانت مأخرة ندي الزمالك جدا في الشرط الاولاني عشان كده هقولك تاني لما ناصر نزل خد اتنين مدافعين معاه سامسون بقى عنده حرية الحركة اوباما نزل يتحرك ويرجع للمكانه الطبيعي اللي بيحبه وبيشتغل فيه بشكل كويس جدا فسامسون النهاردة اضاف يمكن في الهدف في الاول الدول بس العمل هسألك على سامسون برضو بس بصغة تانية هل تغيير الفكر التكتيكي والفن في الملعب على مستوى طرق اللعب ممكن يخلينا نشوف لعيبة ما كانش بتاخد كتير الفتر الفايت او ما كانش بتزهر بشكل كويس الفتر الفايت تزهر بشكل كويس الفتر اللي جاي اوه سامسون عشان تشوفه كويس لازم نقول المركز اللي يلعب فيه هل سامسون ايه 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 مشكلة صفقة سامسون من البداية جاء على الفريق اللي هو بطل الدوري والكاس مع فريرا الفريده كانت ملعب حقيقة ابرز احتجاته للرأس حرب عامل ازاي الفريده كان بلعب كورة طويلة وكورة عرضية يعني الزمالك كان اكبر نقاط تمييزه ان بيعرف يلعب كورة طويلة لسيف الجزيرة في المساحات في نفس الوقت يزيزه من افضل اللاعبين المرسلين الكورات العرضية والكورات السبتة والحاجات اللي ازاي دي فالزمالك كان دايما طريق تسجيله يعني اما كورة سبتة وكورة عرضية من اللعب المفتوح عن طريق افضل جناح موجود عنده زيزه او الكورة الطويلة اللي بسيف الجزيري بياخدها في المساحات فسامسون من البداية مهاجم غير مناسب تماما للفريق اللي جيه وكان موجود عليه فريق اللي واخد الدوري والكاس اللي الزمالك حاب يعمل أبضيت لللعبة اللي هيكت عنده وخاصة اللعبة زي طرق حامد زي أشرب بن شارقي وراح جاب لعبة مش مناسبة سامسون عشان يلعب بشكل كويس لازم يبقى فيه راس حربة وراجل ده مثلا يبقى تحتيه بتلعب شهر مسترايكر مثلا يعني يصلح لما انت في ماتش بيرام از كده فريق ناقص قدامك ناقص وبتلعب براس حربة تاني اللي هو يبقى مهاجم تاني بتزود به طيب إذا مالك إمتى حيرجأ أصلا لفكرة أنه يلعب باتنين مهاجمين دي مش حاجة مش هتبقى موجودة بشكل كبير خلينا برضو نتكلم إن زمالك ما عندهش خط الوسط اللي بقى مسيطر أول درجة إن أنا هحط راسين حربة واعتمد بقى أنا عندي تفندر جمد ومسيطر أوكاء لا ده الزمالك في أغلب الوقت بيحتاج يكسف خط الوسط وبيحتاج يملى المنطقة دي فأحيانا ده حتى ما بلعبش براس حربة أساس فنفترض إنه لازم يكون موجود في راس حربة فأحيانا راس حربة واحد فهل سامسون يصلح إنه يكون راس الحربة الواحد ده ما أعتقدش سامسون يصلح يا إما راس حربة في الزمالك اللي بيبقى قدامه الدفاع متكتل وكلام من ده راس حربة تاني أو يصلح لفرق ما بتواجهش فرق متكتل ممكن الزمالك جديا إنه هو ما يدي له أوقات ويظهره بشكل كويس يكون صالح إنه ينقله لفريق تاني ممكن ياخده فريق بيعنده مساحات بيقابل خصوم بيسيبوله مساحات وحاجات زي كده سامسون بيجدته أحيانا في المساحات في الأرض الكرة على الأرض الحاجات اللي زي دي ممكن يكون مفيدة ولكن لو إحنا حنفترض إنه هو مهاجم الزمالك الأساسي لا الزمالك محتاج مهاجم أول حاجة بيجي داستلام الكرة الطويلة اللي أنت بتلجأ إليها بيجي داستلام الكرة العرضية اللي الزمالك مميز فيها وبيلجأ إليها فده يعني إذا كان أوباما الأطول من سامسون النهاردة كان عليه علامة استفهامه هو راس حربة فبالك بسامسون فأنا أعتقد إن سامسون مناسب لفرق تانية غير الزمالك أو أسلوب لعبة تانية غير الزمالك فرق بقى بتلعب برس الحربة تانية إنت نفسك تشوفها في الزمالك الفترة اللي جاية بتأخده بتأدي بشكل كويس؟ هو في مين أصلا يعني إذا أعتقد كابتين معتبات بيلعب كل الأوراق اللي كانت موجودة معاه إحنا يعني الزمالك أعتقد يعني بيلجأ حتى لو في حد بيبقى حد من خطاع النشئين اللي إحنا ما نعرفوهش إنما يا قايمة الزمالك حاليا كل اللعبة بتلعب أنا مفيش لعب في قايمة الزمالك ما شفتهوش أساسا يعني هي الفكرة كلها لأ لو حد عايزين نشوفها يبقى منبرق قايمة نرده نرده عب شافي 39 يعني دخلت 39 سنة ولعب 20 ديئة ولعب 20 ديئة يعني الزمالك ما عندوش أفراد قايمين ما بيلعبوش